اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الشخير عالم الأنف والأذن والحنجرة والحقيقة النهاردة عايز أقول لكم أنه فيه ما يسمى بالدائرة المفرقة أو اللغة البسيطة بتاعت الناس البسطاء كلمة مهمة أو بنقولها بلك دواخين يا لامونة إيه بقى دواخين يا لامونة ولا الدايرة المفرقة؟ إنسان بيشخر طبيعة الحال أكسجين اللي داخل جسمه أثناء النوم قليل والنوم ده شيء معقد وعجيب جدا جدا النوم بيحصل فيه ريكاوري لحاجات كتير النوم بيحصل فيه إفرازات لبعض الهرمونات التصحية في الجسم هرمون النمو بيطلع أثناء النوم كل البروسة جلندين مددرة للتهابات بتطلع أثناء النوم فالنوم ده وقت ريكاوري ريكاوري يعني استعادة للجسم لحالته الطبيعية مهم جدا ما يعرفوش كويس ما يعرفش قيمة النوم إلا الرياضيين اللي بلعبوا رياضة بعد بتلعب رياضة ثم أما خبوطوا رجلك دي فيها ورم ودي فيها ألم ودي فيها التواء ودي فيها العضرة دي فيها شد و بتاعة تاخدهش هتنام بعد ما تصحى من النوم هتلاقي حاجات كتيرة من اللي حصلة في جسمك اتحسنت ده لو نومك كويس لو الأكسجين بيدخل جسمك كويس إذا ما كانش الأكسجين بيدخل جسمك كويس إلا يحصل بصوا بقى ما فيش أكسجين هتصحى من النوم مرهق متعب لأنه ما فيش ريكافوري حصل عضلاتك ما حصل لهاش الارتخاء المناسب لأنه ما فيش أكسجين دخل فحتقوم عايز تلعب رياضة أو عايز تعمل أي مجهود مش قادر أنا ما نمتش ما استريحتش والجملة المشهورة يا أخي أنا ما خدتش كفاية من النوم أنت نمت بقالك 8 ساعات بس ما خدتش كفاية من النوم قمت تعبان قمت تعبان مش قادر أروح شغله ومش قادر أبز المجود لما روحت عادت على المكتب مش قادر أتحرك حوالي وخلصت بقى لإني تعبان ومرهق فعايز أروح بسرعة أروح بسرعة مفيش مش رايح النادي مش قادر ألعب صحابك بيكلموك يلا في حاجز كورة مش قادر أنا ما نمتش كويس مبارح فمروح أنت نمت بس ما خدتش أكسجين كويس فإن اللي يحصل وزنك يزيد النهاردة هتنام تاني أكسجين مش هيدخل تاني فتاني يوم هتصل حتعمان برضو فمش هتعمل أي أكتفتي ولا أري رياضة فبرضو وزنك هدأ يزيد فالزيادة في الوزن هتؤثر على دخول الأكسجين في جسمك لأنها هتتراكم الزيادة في الوزن على مصار الهوى واتخن اللسانه واتخن مش عارف إيه وتخلي المجرى الهوى نفسه فيه مشاكل والرقبة فيها دهون فهتلاقي نفسك كمان بتشخر أكتر ومفيش أكسجين أكتر ومفيش حركة تاني يوم أكتر وفيه برطة أكتر وفيه نوم أكتر وبالتالي كل ده بيخليك بقى تلفز دائرة مغلقة زي ما أنا قلت في الأول ودواخيني يا لامونة لامونة دواخيني بس هو السؤال أكثر أن أصلح الشخير ولا خسس نفسي وأنا وزني زي ده ولا أصلح الشخير ولا أخسس نفسي فالشخير هتصلح ولا أصلح الشخير فأنا هبدأ أدخل أكسجين كويس وبالتالي هبدأ أكتفت بتاعتي توبة كويسة وابدأ ألعب رياضة وابدأ أخس بقى أسئلة تدور في هذه الدائرة المسيرة جدا والمخيفة جدا ضيف العزيز واحد من القادرين على الإجابة بحرفية عالية جدا عن هذه الأسئلة القيمة العلمية القديرة والإسم اللامع الأسئلة الدكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف الأزر والحنجرة دكتور الأنف الأزر والحنجرة والعلاج بالليزر والزميلة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النومة الأستاذ الزائر بمستشفى ريال كير بالخرطوب أهلا بيك يا دكتور أنا يا دكتور أيمن منهوروا دكتور شكرك قول لي بقى الدائرة الوحشة دي نعمل فيها الحقيقة مقدمة مثيرة جدا أنا نفس الحقيقة يعني يعني أثرتني جدا بالكلام الحل لكن هو فعلا الوزن والشخير معادلة صعبة جدا 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 بدرجة ناس كتير جدا بتبقى فعلا وزنها زيادة والعجيب ما بتشخرش وناس بتبقى سمارت وسلم ويعني وزنه 70 كيلو بتشخر جميل جدا جدا وانقطع نفس عشان كده الحقيقة المعادلة ما بين الشخير وما بين الوزن الزائد معادلة شائكة معادلة شائكة ليه لأن إحنا العيان بيجيلي العيان بيجيلي صاحب الوزن الزائد أول سؤال بيسأله لي طب ما أنا يا دكتور بدل مع طبعا بعد ما بكشف عليه وبعمله الفحوصات وكل حاجة وبقوله عمليا أول سؤال ليسأله لي طب يا دكتور أنا لو نزلت وزني هل لو نزلت وزني الشخير والخنقة هتتحسن طبعا ما كنت يعني المفروض الإجابة هقوله لأ لكن أنا فعلا إجابة لأ لأن أنا لو ما كانش قلت له عملية يبقى كان إجابتي لأ روح نزل وزنك لأن فيه عيانين فعلا بتجيلي أقوله روح نزل وزنك ولما هتنزل وزنك الشخير هيتحسن شوية هو السؤال السؤال إزاي نحكم على المريض إن هو عيان شخير عمل وزن ولا وزن عمل شخير دي الحقيقة ما بتجيش إلا بعد لما العين بيجي والعين بيعمل منعمله الفحوصات كاملة وبنكشف عليه وبشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل زي خلينا نتكلم كلام علمي ليه لأنا لو خدت من الجزء بتاع تخصص بتاعي تخصص الشخير أي عيان هيجيلي وزنه زي ده أقوله لا تعالى ده احنا هنعمل لك العملية للشخير وهتتحسن والوزن هو بسبب الشخير لكن لا علميا لا علميا لازم أكشف عليه الأول لازم أشوف مجرى التنفس بتاعه شكله عامل عندنا كمال المعادلة اللي هي بتاعي البي ام اي البي ام اي بالزبط كده الوزن معامل كده في الجسم بالزبط كده معاملة مهمة جدا عندنا عشان أقدر أحسب العيان دو أولا داخل تحت أي كاتيجوري من السليب أبنيا أو من قطاع النفس تحت أي هل هو عيان يعني أوفر ويت ولا نورمل ولا أوبيز زي برضو المعادلة اللي قدامنا كده زي الوزن ولا سمنة زيادة مفرطة تم اخذ بال حيطة كده عشان كده الفحوصات عندنا فحوصات أساسية بتبدأ من الفحص الرقبة فحص الفم فحص الأنف فحص الأكسجين فحص الطول فحص الوزن كل الكلام ده فحوصات قبل ما المريض بيخشي لي وبعد كده ابتدي أكشف عليه الكشف العادي ثم أعمله المنظر بعد ده كله ابتدي أقول أنت محتاج عملية وهل العملية هتنزل وزنك ولا لا ليه بقى السؤال المهم جدا هل العملية الشخير بتنزل وزنك ده سؤال مهم جدا أنا مقتنع أه بالزبط كده ليه أنا مقتنع أه علميا علميا بيقولوا كده بيقولوا أن بيتقال طبعا مش بيتقال علميا العلمي بيقول أن الشخير بيقلل الأكسجين وده شيء معروف جدا مش مش ما بقاش سر قلة الأكسجين ده بتلخبط للهرمونات بتاعة الليبتن والجريلن بتوع الجوع والشبع عيان الشخير عيان الشخير السمين المليان مهما بيحاول ينزل من وزنه ما بينزلش يقول له يا دكتور أنا بقى لي سنتين بلعب في اتنين تلاتة كيلو مئة عشرين مئة وثلاثين كيلو وكبيره وينزل خمسة كيلو مش عارف أنزل وزنه أقول له طبعا يقول لي ليه أقول له عشان حضرتك قلة الأكسوجين ملخبطة لك هرمونات الجوع والشبع فانت جسمك ما بيحرقش انت جسمك بيحرقش انت جسمك انت بتاكل ولكن عشان ما بيتنامش كويس عشان الأكسوجين ما بيخشش في جسمك كويس عشان الهرمونات بتاعة الجوع والشبع ملخبطة عندك تصحب تبتوصل لنفسك تصحب الليل تاكل وحتى لو ما كلتش وزنك ما بينزلش عشان كده العينين دول لازم يتعمل لهم عملية للشخير بعد كده عشان كده انا ما بيقولوش عملية شخير بس ده انا اقول له بعد العملية ما بتتعمل انا بقول زمك ان انت تبتدي بقى تنزل وزنك بجد ودي بتبقى وعد مني ان انت بعد العملية اي محاولة لتنزيل الوزن هتلاقي ليها نتيجة كويسة ليه والضاء وقته ومثال على كده ان اول اسبوع من العملية العين بيخسره بتاع 7 كيل لوحده الاكسوجين دخل في كل حتة في جسمه طبعا مع الادوية ومع طبعا قلة الاكل شوية في اول 5-6 ايام ومع السترس مع الكلام ده كله بيبتدي الوزن ينزل فاول 5-6 ايام بينزله 5-6 كيل من العملية عشان كده انا بقول موضوع الشخير وموضوع الوزن ده معادلة معقدة محتاجة يعني حد متخصص جدا في حتة الشخير وعشان يقدر يقول نعمل العملية الاول ولا نأجل ويروح يعمل عملية تكميم ويرجع لي الحالة الوحيدة اللي بقى بنقول فيها نروح يعمل عملية التكميم ويرجع لي انه هو اساسا ما عندوش مشاكل في جهاز التنفس ما عندوش مشاكل في مجرى التنفس مناخيره كويسة جدا بيكون شالي اللي وز الحلق عنده كويس جدا ولكن ولكن بسبب الوزن الزائد زيادة قوي 120-130-150 كيلو بتقلل لي مجرى التنفس فغصبا عنده لازم بقى فيه شوية خنقة لازم بقى فيه شوية شخير لو احنا عندنا مريضة 120 كيلو جاء لنا يعاني من شخير وطبعا 120 كيلو واضح انها سمنة مفرطة نقرر له نعمله الاول الشخير ولا التكميم الاول لان انا طبعا اكيد 120 كيلو في كثير من الاحوال هيحتاج اللي عملية تكميم لكن من الاول الاول ده قرار حكيم لازم يتخذ بدقة وحكمة عشان نقدر نقرر الاول نعمله عملية ايه وهنعتبر ان هو محتاج عمليتين هنقول ان هو محتاج عمليتين زي ما قلت الحقيقة كده احنا عندنا حالات عنده 70 كيلو وعنده شخير وخنقة وعندنا حالات 120 كيلو عنده شوية شخير كويس كده وميش محتاج عمليات شخير بعد ما بكشف عليه احنا متفقين بخلص دول حالتين مختلفتين لأ الحالة اللي حاجة بتقولها حالة هو عنده شخير عنده شخير وخنقة وعنده 120 كيلو وعنده 120 كيلو مسببين الشخير والخنقة هو السؤال نعمل ايه انا هقول لحضر ابدأ بمين ابدأ بمين انا هقول لحضر ببساطة لو انا عين دوا راح يعمل عملية التكميم انا هبدأ من الناحية التانية لو راح يعمل عملية التكميم دكتور التخدير اللي بيخدره هيبقى عنده مشكلة ايه المدخل الهواء بس دي كفاية اه انت عارف حاضرتك احنا المركز المتخصص لجرحات الشخير بيبقى اهم من اهم بلاش اهم من اهم النقاط فيه نقطة التخدير اه طب مجرد سواء بالزبط كده سواء كان الطبيب التخدير نفسه على دراية وعلى قبرة عالية جدا بحالات الشخير سواء كانت الاجهزة المستخدمة المناظر المستخدمة في حالات نوم العين بتاع الشخير والخنق فهو السؤال هل انا السؤال المنطقي اللي اي حد بقى يقدر يستنبط الاجابة العين ده اخليه يعمل عملية الشخير وسهله مجرى التنفس وسهله مجرى التخدير بتاعه بدون خطورة بحيث ان هو يوم ما بيفوق من العملية بيقدر تنفس كويس مفيش لان العمليات الشخير اهم نقطة فيها واول حاجة بتتحسن ليلة اول يوم العملية الخنق الخنق بتروح تمام بنسبة 100% الشخير بيفضل شوية يتحسن تدريجي لمدة مثلا اسبوعين ثلاثة شهر فانا لما وقف له الخنق بعد اول يوم اعتقد ان هو بعد كده وراح عمل لعملية التكمين بعد شهر او بعد شهرين الامور هتبقى سهلة جدا ده معناه برضو تأثير هرمونات الخارجة من فندس المعدة المباشرة على مجرى الهواء ده اكيد اصداي يعني اول يوم يتأثر وما خلصش هو لكيلو لسه مخلصش اه مخلصش هو لكيلو بس بعد عملية تكمين ده معناه انه فعلا هرمونات الخارجة من فندس من قمة المعدة دي هرمونات سامة اكيد اه اه يعني ده شيء طب فيه تجهزات خاصة يعني يعني مريض اللي الداخل 120 كيلو او 35 كيلو وتعمل له عبالية اكيد بزي ال60 و65 وال70 اهي انا مش عايز اقول له حقيقة ان حالتنا كلها فوق المية و120 كيلو اه حالتنا كلها حالتنا كلها كده فانت حقيقة لما تيجي تقول لي فيه تجهزات خاصة لا هو تجهزات العادية بتاعتنا تجهزات العادية بتاعتنا ان حالتنا كلها حالات بتجد الرعاية العادية اللي هي العادية بالنسبة لنا اللي هي الكير زيادة جدا في اي مكان تاني نوارت وشرفت وابدعت ضيف العزيزة وقيمة العلمية القديرة الاسسوس الدكتور ريشام إبراهيم استشاري الأنف والأزن والحنجرة واللالجب الليزر وزمانة الجماعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم الاسسوس الزائب ومستشفى الرؤية الكير بالخرطوم نوارت الدكتور أهلا بيك خليكوا دايما مع دكتور فقدت طبعا بعاني من خنقف تنفس جامدة وانا نايم وانا نايم بالليل طبعا كنت ساعد بقوم من نوم مخنوق وكتير طبعا كنت قوم من نوم مخنوق ونتيجة كده ما كنتش وقت براحتي في النوم باللضافة طبعا لصوت الشخير كان عالي كنتم أشوخر بصوت عالي وكان بيبقى نفسي مكتوم ووريء بأمري ناشف أصداع طبعا صداع جامد يعني في شغلي طبعا أنا مكنش أمركز برضو طول النهار بقى فيه إجهاد بسبب النوم المتقطع اللي بناموا في البيت برضو نفس الكلام الصوت بيبقى عالي اللي علمت عرشة نام فبضطرنا بقى أبعد عنهم ونام بعيد علشان خطر ما أثرش عليهم برضو يعرفوا يناموا كان يعني تعبني طبعا الصوت والكلام ده فهي العملية فرقت معايا كتير فرقت معايا في التنفس بقيت أحسن بتنفس أحسن أنا بروح أجري بروح جيم فبحس النفس بقى أحسن وأنا نام بالليل معادش في خان التنفس نصيحة إن اللي يحس بحاجة زي كده يبادر ويروح يكشف ولما يروح يكشف يعني يروح عند حد متقصص يفهم أو يقدر يشخص صحفة بصراحة الأجهزة اللي عنده يعني خلتني بقيت برضو متطمن أكتر الحاجات دي بصراحة طمنتني أكتر لما جيت عند الدكتور هشام طبعا ترجمة نانسي قنقر